بعد أيام وليلة قوي هنبقى 25 يناير كل فترة بنحاول نقيم الأمور نشوف هل يعني الأمور بتزيد سوءا ولا بتتحسن هنشوفنا في الفترة اللي فاتت كتير من التقسيمات انت مصري لا أنا فلول لا أنا طبع الثورة لا أنا لبرالي يعني حاجات كتيرة جدا وظهرت تقسيمات كتيرة جدا للشعب المصري هيكون معنا النهاردة المفاكر الإسلامي رضا طييمة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعنتكلم معاه عن الانقسامات اللي بقت في الشعب المصري صباح الخير ونهارة تعيد أهلا وسهلا بسهولة صباح النهور من أولا لما قامت صورة 25 يناير ظهرت حاجات كتيرة جدا لم كانتش موجودة في الشعب المصري بقى أي اتنين عاديين بيكلموا مع بعض يتخنقوا اسكت لأ انت فلول ويقوموا يسيب المكان أنا صورة والناس تتخنقوا مع بعض وحاجات كتيرة غريبة جدا ونسينا ان احنا مصريين كلنا زي بعض نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم وأبارك على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة الأساس فينا ان احنا الله تبارك وتعالى يقوله في القرآن الكريم والأرض وضعها للأنام الأرض دي ملكنا كلنا ملكنا كلنا مسلمين مسيحيين يهود زردشت كونفوشيوس مهافيرة جانيتية لبرالي علماني صوفي الأرض دي ملكنا كلنا ولكن الحق تبارك وتعالى أمرنا أن ندخل هذه الأرض في السلم يا أيها الذين آمنوا ودخولوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإحنا مطلوب مننا أننا السلم دي يبقى أنا عندي سلم في التفكير أن أنظر للآخر بعين الاحترام أن يكون لدي سلم في حس الإبداع في حس الزوق في تربيتي الأولاد في علاقة بزوجتي في علاقة بجراني في علاقة مع من أتحدث معه يجب أن يكون هناك شيء من السلم والسلم يصل بي إلى الأمان والأمان يصل بي إلى الثقة في الآخرين وأن أحترم الإنسان الذي أنا أتعامل معه فالإنسان في حد ذاتي سواء لبرالي علماني مسيحي يهودي زردشتي أي هو إنسان الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم ويقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يبقى أنا عندي هذا الإنسان الأصل فيه بعقدة الإسلامية بتقولي أن هذا الإنسان مكرم ولازم أن أحترمه حزب وطني حزب أي حد ده إنسان وهذا الإنسان قد يجمع بين التناقض يعني قد يكون فيه خير وفي نفس الوقت فيه سلبية هل معنى أن فيه سلبية أن أنا أحكم عليه بالإعدام إطلاقا الحقيقة أن فيه موقف صحي البخاري لأحد الصحابة كان هذا الصحابي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولكنه كان دائما يأتي شارب للخمر فكان النبي يقيم عليه الحد ولكن في نفس الوقت أحد الصحابة قال له يعني كل شوية جاي لنا شارب الخمر لعنك الله فقال له صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله فتخيلي هنا النبي الذي يقيم عليه الحد في نفس الوقت يعلم أن الإنسان ده فيه خير فلم ينكر خيره يعني حسب أحسنت لكن ما نكرش خيره وهي دي نظرة الإنصاف علشان منظومة الثقافة تكتمل عند الآخرين لا ننظر على الناس أنها شر فقط إنما هذا الإنسان الشرير فيه أيضا من الخير وربنا يقوله في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلحها من زكاة وقد خاب من دسها طب أنت دلوقتي هو بالنسبة لك مثلا هنقول عليه فلول طب الفلول ده لو دخل في حزب مثلا الكتلة مش هتقول عليه فلول بقى لأنه بقى في الكتلة يبقى أنت هنا بتتعامل معاه على الفكر مش على الزات الإنسانية كخلق الله تبارك وتعالى فاحترم فيه ذاته الإنسانية ولكن لكي أنت تطور من فكره وحسه الإبداعي وتطور من أن يعود إلى صدقه مع نفسه وأمانته وعدم غطرسته في الأرض وعدم أخذ حقوق الآخرين وعدم ظلم الآخرين وعدم إجحاف الآخرين لازم أنت تذكره أنا أتخال في النص القرآني الذي يقول فيه ربي تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبيه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرص والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أنت مين أخذته العزة بالإثم ربنا يقول على هذا الإنسان المتكبر المتغطرس الذي يظن أنه هو والآخر لا فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد من هذه الرأف يجب أن أنا أتعامل بها يعني أنا أتعامل بها جاري لبرالي أحترمه جاري مسيحي أحترمه جاري يهودي أحترمه جاري بأي شيء أحترمه أنظر له أنه إنسان إنسان مقرم من عند ربنا وذات إنسانية من حقي أننا يعني أهدم خلق الله تبارك وتعالى ولذلك أنا دايما أقول لولادي وطلابي أن الأساس فينا هو احترام الآخر وهذه رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء إلى المدينة المنورة قال للجميع لبني قينقع وبني وبني عوف وبني زهرة والأوس والخزرج قال لهم جميعا دولة عددية قال لكم ما لنا وعليكم ما علينا ولم يقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم الإقصاء لأحدهم إطلاقا وهذا فكر الإسلام الوسطي المستنير الذي يقول فيه رب تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فأنا عايز هنا أنت في السينما في السنين اللي فاتت أقدم المتدين أقصوه دايما يقدموه لأنه شرس قاتل زنديق أربيد شوهوا الصورة علما علما أنه هما قدرى الناس بأن بأن الرجل الطيب دا الرجل اللي بيصلي اللي هناك دا الرجل الحنين قوي قوي دا الرجل اللي طالع له العالم الصلاة الحلوة دي الرجل دا على فكرة بيخرج زكاة مال وبيساعد الفقراء وهم عارفين دا مرضوش ينقلوا هذا الواقع وأرادوا أنهما يقدموا فنا مبطورا باسم الحرية علما الحرية في الإبداع مقيدة يعني مثلا عندك حضرتك لعب الكرة له حرية إبداع في داخل المستطيل الأخضر أما إذا خرج خارج المستطيل بيقوله آوت أو إذا لعب في داخل المستطيل غلط بيتقال له فاول يبقى أنا هنا أنا حتى العقيدة الإبداعية في داخل الإنسان يجب أن تكون مقيدة بالمستطيل الأخضر أن أنا ما جرحش مشاعر الآخرين أن أنا ما تعداش على الفكر الآخر بالهمجية والرفض والجمود والسخرية إنما أقدمه كأحد الأنواع يعني يعني إيه كأحد الأنواع أنا فاكر كان فيه نص درامي جميل أو أن ولد أصمر ولد كل زملاته خدوا البلونات وجريه فسابولوا البلونة الصمرة فبيقول له بابا سابولي البلونة الصمرة قال له هي معنى أن هي صمرة أن هي ما بطرش زيهم هل معنى أن هي صمرة ما بتتنفخش زيهم هل معنى أن هي صمرة أن هي ما بتسعدك شل ما بتلعب بيها فمش معنى أن هي صمرة أن تقف بل تنطلق وتتحدى وتتخطى فلا تنظر إلى الآخر بنظرة دونية لأن أنت يعني الحق تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم لما نشوف ليه ليه كثير من القيم الجميلة الموجودة عند مثلا أستطيع أن أقول عاطف عاطف سالم رحمه الله لما أدم لنا شخصية الشيخ حسن الشخصية المحترمة في فيلم جعلوني مجرما الشخص اللي وقف مع الحق والذي وقف ضد الباطل والذي ساعد هذا المجرم على أن يتوب إلى الله وأواف بيتي واستطاع أن يقدم له كل ما لديه هذا النموذج الجميل كان بيعلم الناس أن هي تبقى مع ربنا لما بنيجي النهارده اللي حاصل دلوقتي أن زي ما حضرتك قلت في البداية أن بيقدم الآخر على أنه شيء مرفوض وشيء دور في التغييد شكرا جزاك الله خيرا وكان الشيخ شعراوي عليه رحمة الله يقول السائر الحق هو الذي يصور ليهدم الباطل وبعدين يهدأ وبعدين يهدأ ثم يهدأ ليبني الأمجاد فأنت دلوقتي ما انتش راد عشان تبني الأمجاد وكل شوية عمالت طع طريق وتقفل تصور مصنع طب وبعدين آخر الطريق إيه وبعدين الدنيا ما تخلقتش في يوم إنما تخلق خلقها ربي في ستة أيام يعني أنت ترمي البزرة وغيرك يرويها وغيرك يروي وغيرك يراعي الشجرة وغيرك أنت يراعي الشجرة وغيرك لا استفيد بيها يعني حد تاني خالص وممكن ما إحنا مش عايش جدا جدا ودي حقيقة فأنا بقى أنادي على أبنائي إن مادين التنوير ده أمر مهم جدا إن إحنا يبقى مادين التنوير التنوير في العلم التنوير في الثقافة التنوير في الفنون التنوير في الفكر الديني التنوير في الفكر الديني لأن إحنا رسالتنا الإسلامية هي رسالة تنورية بنص القرآن الكريم ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور فإحنا رسالة تنورية ورسالة راقية جدا جدا يعلوها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإحنا دلوقتي لما نيجي نقول لولادنا نفس اتلفات الشباب أنتوا دلوقتي خرجتم 15 الكل خرج 15 مليون عندنا 70 مليون عايزين يعرفوا أنتوا عملتوا إيه أساسا اللي هما اسمهم حزب الكنبة عايزين يعرفوا أنتوا عملتوا إيه قوموا بحالة من التنوير توعية الناس عاوضوا معاهم اتكلموا معاهم فهموهم أنتوا عملتوا كذا إيه فهموهم أنهم يعني كانوا عايشين في مرحلة وهيبقوا في مرحلة تانية وهيتنقلوا للأحسر الله يبارك لك الله يبارك لك إذن وننزل الشباب شباب القاهرة يتحركوا في القاهرة ائتلفات الصورة الجميلة في توعية الناس وتعرفهم وتوعية العاملين والعمال وتوعية المثقفين وائتلفات الصورة مثلا في المنصورة ائتلفات الصورة في اسكندرية بدل ما احنا عملين نتحارب مع العسكر وأنا أأتي يعني ابنوختي مثلا ضربوه ابنوختي ده ولد طول عمره حاجة راقية جدا جدا بس هو عسكري في الجيش وكان فيه بعض المتظاهرين يعني يعني ايه بيشاور له بصابع وبحركة حركة وحسة يعني حركة تغضي بأي راجل ان شاء الله ما يكونش في الجيش بس دي حركة لو اتعاملت لأي راجل فيه نخوة الرجولة بينسى بينسى نفسه ان حد يعملها له فبرضه ابنوختي ده يعني حصل نعمة نفس واحدة عملته حركة كده في مظاهرة ابنوختي ده غاب انه في الجيش كرجل ازا انا يعني يتعمل كده فالحقيقة احنا عايزين نخرج بقى من الدايرة دي ان احنا نقاتل بعض لان غيرنا يعني من حولنا وفرحان جدا يعني انا عايزة اقول ان خلي بالك يا مصر اللي فتح سجونك لسه صاحل حد دلوقتي اللي فتح سجونك وهرب منها الناس وصفرهم لبنان وصفرهم في اماكن تانية لسه صاحل وشغل في مصر دلوقتي ومستخبي بس ان شاء الله ربنا هيجمع بيننا وبينه لازم ييجي فاحنا دلوقتي مش عايزين ندي لهؤلاء فرصة في تدمير بلدنا وتدمير امتنا لان مصر دي وطن الجميع مصر وطن الاسلاميين وطن المسيحيين وطن اليهود وانا اتمنى اليهود اللي في اسرائيل يرجعوا ييجوا بلدنا تاني مصر ييجي بلدهم لان ده وطن وطنه بدل ما يقعد في اسرائيل مغترب ويبقى خيره في اسرائيل وانه انه عمالي فكر انه يكبر في اسرائيل انت وطنك انت حاسس بالغربة وانت في اسرائيل تعال مصر ارجع وطنك هتلاقي اخوتك بيحبوه وهتلاقي هتلاقي استقبال جميل جدا فيش عندنا اي مشكلة اذا عاد الى وطنه بدلا من ان يعيش محارب للاخرين يعيش في مصر ويعيش في سلمه وفي امنه وفي امان وفي حب فالعلماني العلماني اهلم اهلم به في مجتمعه يعبر عن رأيه بشكل جميل والليبرالي يعبر عن رأيه بشكل ويسمع لارائهم وما يتفق مع عقيدتنا من ارائهم يؤخذ بها ولا يحجر على اصواتهم مش مجرد ان اسم علماني موكان زماني يعني ايه يصورون ان اليساري هو رجل اليساري هو رجل ملحد وده في خلل في الكلام ده لان كلمة يساري اطلقت حينما انشئوا البرلمان في بريطانيا فاخذوا اليساري واجلسوه في الشمال مع المعارضين فاطلق يعني اخذ المعارض واجلسوه في اليسار فاطلق على اي برلمان في العالم ان اليساريين بيجلسوا في الشمال في البرلمان فاطلق على اي معارض انه يساري فبعض الناس فهم ان كلمة يساري يعني كافر يعني بالعكس ده ممكن يكون بيصلي ويحج وإلى آخر فإحنا تقييمنا للناس جميعا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وإذا حكمتم بين الناس ولم يقل بين المسلمين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فأنا يجب بين الناس أن أحكم بين المسيحيين وبين اليهود وبين المسلمين وبين أي إنسان ما من كان هو فأحكم معاه بالعادل وأكون رقيق في مشاعري وفكري وأقدم له هذا الدين في بوكين من الورد أو هذا السلوك الإنساني الإسلامي الراقي الذي أخذ الصحابة بعد أن كانوا رعاة غنم وجهلة أمم وعبات صنم جعل منهم قادة للعالم بإيه؟ بإنسانياتهم الإسلام ما دخلش شرق آسيا بالسيف الإسلام ما دخلش أفريقيا بالسيف الإسلام ما دخلش مصر إطلاقا ده المسيحي مصر هم اللي استنجدوا بعمر بن العاص وجاء إلى مصر بمساعدة المسيحيين المصريين أريد أن أسأل حضرتك في حاجة دلوقتي إن القاضي لو مثلا قدامه مشكلة ومش عارف يفصل فيها يحكم على المتهم أو يطلعوا براءة شاكك لو طلعوا براءة يعني في حاجة في الدين بتقول إن ده أحسن إن هو إذا حكم عليه لو فيه شك وحكم عليه بالبراءة ده أحسن صح؟ نعم اتفق فقهاء الإسلام على الكلمة اللي حضرتك قلتيها يعني أن يحكم القاضي ببراءة المتهم إن كان هناك شك في أمره خير له من أن يحكم عليه بالسجن أو إلى آخره فموضوع القاضي هنا موضوع شائق جدا ولذلك القضاء شاهدين حمل ثقيل لأن هناك شبه شبه في المواقف شبه 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 والإسلام لا يقام بالشبه يعني الشرع في الإسلام لا يقام بالشبه بل إضرق الحدود بالشبهات أنا ممكن أقيم حد على أحد ثم ظهرت شبهة الطيار الإسلامي علما الطيار الإسلامي عندك من سنين هم أساس الجامعة ومن سنين هم ضباط كثير منهم ضباط في الجيش مش لازم الدقن في الجيش فكثير منهم ضباط في الجيش وكثير منهم ضباط في الشرطة بي procedروا يحجوا و أزواجهم مثلا مع محجبات وعايشين حياتهم زي كل الناس هو كل الحكاياة أنه قرر نيبقى مستقيم ما يشربش خمرة وجد أن ساعدته في علاقته برب وجد أن ساعدته في ذكره لله وجد أن سعادتي في علاقات الحميمة مع عزيز زوجة أنه لا ينظر إلى غيرها وجد أن سعادتي دايما يحتضن أبناؤه في حالة من الأمن والأمان فبدأ يأخذ من الإسلام الذي يسعده ويجعل منه إنسانا عظيما راقيا يعيش في حالة من السمو فبدأ يشعر بأنه مستقر في حياته فحب دينه كثير من إخواتنا الكتاب كانوا حرصين على أن الإسلام ده دين التائهين يعني هو الحقيقة الحركة الصوفية كان لها بعض المسالب في هذا الأمر في تقديم الدين على أنه هو حلقة ذكر وفتة ولحمة فنازمة تأخذ شكل مددين أنه على طول لازمة الجلبية والعضاية السوداء والشكل ده علما المتدين أستاذ في الجامعة المتدين رائد فضاء المتدين أحمد زويل يحافظ على صلاته الخمس حافظ على أسكاره يحب دينه وقال أنه هو تربى في ساحة المسجد الإبراهيمي في الزقزيق وقال أن كلمة السر في تفوقي وكلمة السر فأني أصبحت مبدع أن العلاقة الربانية وذكر الله كان أحمد زويل بيخرج بعد صلاة الفجر يصلي ويجلس يذاكر في المسجد هو قال ذلك في كتابي في قصة حياتي وقال ذلك في لقاءه معنا في دار الأبرة فالحقيقة كل ده بيشير إلى إيه؟ إلى أن الإنسان لكي يصبح إنسانا عظيما لكي يحكم على الآخرين بالحب وبالعدل وبالرحمة لكي لا يهمش الآخرين لكي لا يتصادم مع أحد عليها أن يعرف أوامر ربه لأن فيه كثير من الأوامر البشرية يعني تتصادم مع الآخرين أنا فاكر كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول حديث فيه من الروعة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طب محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وحبيبي وتجرأ حينما جاء جاء لماذا جاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالم فأنا عايز نسيب بقى مدينة تحرير ونبدأ نشتغل في مدينة تنوير ده إذا كنا صادقين أبدأ أشتغل في مدينة تنوير بقى في كل مدينة تنوير في الطب مدينة تنوير في التصنيع في التصدير واللي بيذاكر يذاكر واللي بيشتغل يبقى شغله نبدأ واللي بيذاكر يذاكر صح أحسنتي يعني كلمة كلمة بيذاكر صح دي مهمة جدا إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه انا دلوقتي كنت شوف زمان ولادنا وكثير ما قلت ذلك في حلقاتي ماسك العالم الصيني وماشي ايه في ماتش كورو اقول مصر 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 انت بتحبش مصر ماسك علام صيني اولا هربمت درس بتاعه وصائت السندي وماسك علام صيني وفي الاخر يقول انا بحبه مصر لا انت سبب هزيمة مصر انت لو بتحبه مصر تكون من المتفوقين انت لو بتحبه مصر تكون من الاوائل انت لو بتحبه مصر تكون صادق أنت لو تحب مصر أنت تصنع العمل العالم ده في بيتك مش الصين اللي يصنعه لك ودايما أنا أقول اشتري منتج بلدك تضمن وظيفة لولدك يعني إحنا إذا كنا بنحب مصر نشتري منتج مصر لأن كل ما أنت بتشتري طاقم كبات بتوفر وظيفة في مصنع لصناعة الكبات كل ما تشتري بلوفر بتوفر وظيفة الواحد في مصنع البلوفرات مثلا زائد يعني نحاول بقى البلاد الأمة العربية ما نحاولش يعني بصراحة أنا شفت بعض الحلقات يعني إخواتنا المتحدثين يقولوا والسعودية تتدخل في مصر والمشعار في إيه تتدخل بس يعني أنا عايز أقول السعودية دولة حبيبة والخليج كله أحبأنا وعلى فكرة مستقبل مصر مرتبط بمستقبل الخليج مرتبط بالخليج أمنيا وإحنا أمام أمام دولة إيران الدولة التوسعية اللي هي احتلت أرض الأحواز ونفس الاحتلال اللي عملته إسرائيل في أرض الأحواز في أرض فلسطين عاملا إيران في أرض اسمها الأحواز أرض عربية لغت فيها إيران اللغة العربية وفرضت عليهم اللغة الفلسية وحرصت إيران على يعني تهميش العرب وتهميش اللسان العربي ثم بعد ذلك تريد تقول حرروا فلسطين حرروا أنت وبعدين في نفس الوقت الرئيس السادات عليه رحمة الله أسكان الله فسيحة جناتي الذي أزل الصهيونية وانتصر عليها كرموا قاتله يعني من اللي قتل اللي هزم الصهيونية خالد خالد ده لما قتل هذا الرمز العظيم الرئيس محمد أنور السادات عليه رحمة الله كرموا هم خالد طب ما تكرموا هم خالد ليه ده إذا كنتوا بتكرهوا إسرائيل خالد ده ما تكرمش لأن اللي قهر إسرائيل السادات يبقى أنتوا كون أنتوا بتكرموا قاتل اللي قهر إسرائيل يبقى أنتوا فيه تحالف بقى بينكم وبينهم فأنا عايز أقول عايزين نخلي بالنا من التدخل الفارسي تحديدا في مصر والأياد الفارسية تحديدا في مصر وإحنا مش ضد التشيع يعني كل واحد عايز يتشيع في مكانه أنا ما عنديش أي مشكلة إنما بيعملش مشكل وكل واحد أحسنتي برافو عليك إنما إحنا يعني أما تبقى مشكلة أن يبقى واحد مصري وولاقه لإيران يعني أما يبقى واحد وباسم آل البيت ما هو باسم آل البيت في إيران سحلوا الطلبة باسم آل البيت زوروا الانتخابات اللي فاتت مهدي كروبي نجح ونجحوا أحمد نجات وأعادوا مهدي كروبي في البيت فإحنا عايزين في الآخر نقول إن مصر بلدنا مصر نحافظ على أمنها على أمانها نحافظ نبدأ بقى نتحرك في مدينة التنوير والحمد لله رب العالمين بقى عندنا مساحة كبيرة جدا جدا من الحريات إن احنا نعبر عما بداخلنا لننهض بهذا الوطن الغالي نصرنا الحبيبة المفاكر الإسلامي ريدا طعيمة بجد النهاردة يعني الكلام مش عايز يخلص الأول مع حضرتك بجد إحنا وقتنا خلصان منبادر جدا بس أنا مش عايز أوقف كلام ربنا يبارك فيك وإحفظك يا رب العالمين مرسي ربنا يشاليك المفاكر الإسلامي ريدا طعيمة عضو الاتحاد العالمي لعالماء المسلمين كان منورنا ومشرفنا النهاردة في الستوديو بس خلصت فقرتنا دلوقتي ونكملين معكم بإفقارات نهارك سعيد